أهلا بكم حذرت روسيا كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أنها ستعتبر المركبات التابعة لهما والتي تنقل الأسلحة إلى كييف كأهداف عسكرية مشروعة نعيب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أشار إلى أن أي محاولات من الغرب لإلحاق الضرر بالقوات الروسية أو الانفصاليين سيتم قمعها بشدة وأكدا في الوقت ذاتي بأن بلاده ستظل منفتحة على الحوار مع الغرب للتوصل إلى تسوية فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية تحذير آخر لأوكرانيا وجهه المتحدث باسم يزارة الدفاع الروسية والذي قال بأن الجيش الروسي سيضرب مراكز صنع القرار في العاصمة الأوكرانية كييف إذا استمرت الأعمال التخريبية الأوكرانية ضد أهداف على الأراضي الروسية نقاط نقاط نبط وحاولاتهم يفعلون ركبراني بمعamoين ثم التخريبية ومحاولاتهم نقاط العصر مدينة تضيف ببعضة أيضًا في كييف والعصري الرجل yes جزيز القرار مدينة اشتركوا في القناة